تناقض الشعارات نفسها وتتفرغ المضامين من محتواها فتظهر الحقيقة الجلية التي يحاول الكثيرون إخفاءها الانتخابات البرلمانية بكل الضوضاء التي رافقتها لم تنتهي أزمتها حتى بعد إعلان النتائج بل إنها قد تكون سببا لأزمات أكبر لم تغب عن العراق منذ 15 عاما الأمم المتحدة وجهت رسالة شديدة لهجة إلى مفوضية الانتخابات محملة إياها مسؤولية ما سيجري في العراق عقب الانتخابات البرلمانية بحسب النائب رحيم الدراجي التحذير الأممي سبقه ما كشف عنه فريق الأمم المتحدة لمراقبة عمليات الاقتراع في العراق من وثائق قدمها إلى مفوضية الانتخابات يحمل تحذيرا من عدم كفاءة أجهزة العد والفرز الإلكتروني وذلك قبل 12 يوما على الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من آيار الجاري وبحسب إحدى الوثائق المرسلة من رئيس فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات أمير آرائن إلى رئيس مجلس المفوضين معا عبد حنتوش تتضمن خشية فريق الأمم المتحدة من أمرين يخصان عملية الانتهاء من تطوير برنامج إدارة النتائج والمحددات التي تطلق العمل بإجراءات التدقيق على النتائج بالإضافة إلى قلة الوقت المتبقي ليوم الانتخابات من جهته اعترف حيدر لعبادي بتحصير المفوضية العليا للانتخابات بما يتعلق بأجهزة تصويت الناخبين لافتا إلى أن المفوضية أبلغت بعدم اختيار شركة لفحص أجهزة التصويت قبل أسبوع فقط من إجراء الانتخابات ولعل هذه المعلومات وتلك تكشف إلى حد ما عمليات تحت الطاولة فالتأخر بإعلان النتائج عوضا عن التكهنات بأن ما تبقى من الأصوات قد يغير المعادلة يوضح كيف تزداد أصوات مرشح بكم من مهول مقابل هبوط آخر ويبدو أن تفشي ظاهرة التزوير دفع شركاء العمليات السياسية لتهديد بعضهم البعض إن قال أحدهم فأي انتخابات تجري وأي نزاهة ممكن أن توصف بها عملية تصويت بهذا الكم من الخروقات وأي انتخابات أصلا نبع شارك فيها أكثر من 19% من عموم الشعب